على ما تشتغل ياسمينا زيتون وعدت بكثير اشياء او يمكن منموم بشي واحد وقت طلعت مثل لبانون عم تقدر يتوفي وشو هو هالشي؟ صراحة اكيد يعني عم بقوم بشغلي متل ما انا بدي يعني قضيتك كانت الاطفال اللي عم بعانوا من سوق التغذية هذا الشي عم بمشي فيه هلق معه لبانيز فود بانك ودورين كريسمس نحنا قدمنا الطعام لوجبات غذائية لكثير عيال ومثل أنا يعني هني بحاجة إلي وانا بحاجة إليهم وهذا الشي عم نعمله سوى لأنه عن جد ما ودا نوصل بمرحل بلبنان نحنا عم نشوف عيال ما عندهم تنوع غذائي او عيال ما قادرين نوفرهم مثل الأكل لأولادهم وكتير تسمعوا قصص في قلبها الجماعية وهذا الشي بيحسسك مسؤولية اكتر أنه معقول هيدا الأشخاص عايشين معنا من نفس البلد وهالأدعم متعذبوا ومعقول أشخاص ما عم يقدروا يوفروا هالأكل يعني نحنا مخديرة كلها هيك أنه أكل أنه عاد كلنا عنه أكل بس لا في أشخاص ما عندهم لقيمة أكل وهذا الشي اللي أنا عم عم شتغل عليه ومن خلال كل شيء أنا وصلت له البلاتفومي عندي هي الفولوورز هو هني بدي أستغل هيدا الشي لصالح هجر معي لأنه هيدا 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 بيستحقوا يتسلط الدوء عليهم هو هيدا الأشخاص اللي عن جد أنت جيت بزمن نسبة المجاعة بلبنان والعائلات الفقيرة واللي ما عندها مصروف أو مال كافي للتعييل للعيال متل ما بيقولوا ارتفعت نسبة البطالة والجوع كتير بلبنان يعني والما عشت ما بقى تكفي شي يعني أنجا بتكفي مواد أنه مثلا معلبات يمكن أوقات بس ما عم يقدروا يعني بطل في لبنان قادر يشتلي دايما لحمة جاج في مساعدات كافية للبنان ولا لازم الضعف المجهود لتأمنة أكتر يعني أكيد لازم الضعف المجهود لأنه كمان ما ننسى أنه في في أشخاص بطل في عندهم نسبة لبنان ما بيعفوا لوان ما بيعفوا لوان بيروحوا هودا التبرعات أو هودا الدونيشنز اللي هن عم بعتون فلا يتأكدوا أول شي وين عم يوصلوا وين عم ينصرفوا ومين عم ينصرفوا يعني هذا أكبر تحدي يمكن أنت عم بتواجهي صحيح يعني عم تشتغلي مع الانترناشنل مع مؤسسات دولية يمكن بديك تسبطي لهم أنه هاي مش الدولة عم بتديرهم مش الحكومة صحيح نحن نديرهم فهذا من القصص اللي عن جد أنا يعني الحمد لله الحمد لله أنه عن جد عم بقدر قوم بشغلة لأنه ما بدي كون مثل مثلا مثلا لحنا من لوم السياسيين حدا يلومنا فهذا الشيء أنا عم بشتغلي عليه الحمد لله شكرا